بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة واعتم التسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الأول المتوسط في مادة المهرات الرقمية الفصل الدراسي الثالث سنكون معا بإذن الله في هذا الدرس درس بعنوان الحركة التلقائية الجزء الثالث تكلمنا في درس السابق وتعلمنا في درس الحركة التلقائية الجزء الثاني المعاملات الشرطية في فيكس كود VR وأيضا كيف تعمل لبنة إذا ثم في البداية في المعاملات الشرطية في فيكس كود VR ذكرنا أنه لكي تستخدم لبنات العمليات الشرطية فإنك تحتاج إلى ربطها مع اللبنات ذات الشكل السداسي تعرفنا على لبنتين جديدتين من فئة لبنات التحكم باللون البرتقالي لبنة الأولى لبنة الانتظار ثانية توقف هذه اللبنة البرنامج عن العمل لمدة محددة من الثواني نضع هذه المدة داخل صندوق الموجود في اللبنة اللبنة أخرى هي لبنة الانتظار حتى توقف هذه اللبنة البرنامج مؤقتا إلى حين تحقق شرط محدد على سبيل المثال قد يتم الانتظار لحين انعطاف الروبوت بزاوية 90 درجة إلى اليمين نقوم بوضع الشرط في داخل شكل السداسي في اللبنة لاحظنا وجه الاختلاف بين لبنة الانتظار ثانية ولبنة الانتظار حتى صندوق الادخال بلبنة الانتظار ثانية بيضاوية الشكل لأن القيم المدخلة تقتصر فقط على القيم بينما يتخذ الصندوق الخاص بلبنة الانتظار حتى شكلا مظلعا لأن القيم المدخلة قد تكون شروطا فقط قبل إنشاء برنامج جديد باللبنات التي تعلمتها ألقينا نظرة على لبنتين إضافيتين من فئة لبنات نظام الدفع باللون الأزرق والتي سنستخدمها مع لبنة الانتظار حتى لإنشاء البرامج التالية أول هذه اللبنات تحرك هذه اللبنة الروبوت إلى ما لا نهاية اللبنة الثانية انعطف وتجعل هذه اللبنة الروبوت ينعطف أيضا إلى ما لا نهاية استخدم مجموعة اللبنات المختلفة التي تعلمتها سابقا في الدرس لإنشاء برنامج على ساحة لعب شبكة خريطة لجعل الروبوت يتقدم إلى الأمام وصولا للنقطة بإحداثيات X سالب 900 مليمتر و Y صفر مليمتر ثم التوقف في البداية وضعنا لبنة عندما بدأت بعد ذلك ضبطنا سرعة القيادة إلى 100% ومن ثم وضعنا لبنة التحرك إلى الأمام هذا الجزء الأول من البرنامج تأكد من تشغيله ومعاينة نتيجة تنفيذه بعد إنشاءه أيضا ذكرنا أن مستشعر الجيلسكوب يكتشف الحركة بدقة أكبر عندما تكون السرعة منخفضة لكي يصل الروبوت إلى النقطة بإحداثيات X ناقص 900 مليمتر و Y صفر مليمتر يتعين عليك الآتي كما ذكرنا ذلك في درس السابق أولا من فئة التحكم أضفنا لبنة الانتظار حتى بعد ذلك من فئة العمليات أضفنا لبنة أكبر من ثم غيرنا القيمة الثانية في لبنة أكبر من إلى سالب واحد من فئة الاستشعار أضفنا لبنة الموضع بال إلى الجزء الأول من لبنة أكبر من ثم ضغطنا على القائمة واخترنا ال-Y بدلا من ال-X بعد ذلك من فئة نظام الدفع أضف لبنة أوقف القيادة قبل تشغيل البرنامج انتقلنا إلى مجموعات فئة الاستشعار ذات اللون الأزرق الفاتح في قسم موقع الاستشعار حددنا المربع الموجود على يسار لبنة الموضع بالأسابقة فتحنا نافذة وبعد ذلك نفتح نافذة المراقبة ونظرا لأننا حددنا الخيار الخاص بالموضع في لبنة الموضع بال فإنه سيتم عرض موضع الروبوت في وحدة تحكم المراقبة كما تشاهد في الصورة أمامك تطبيق عملي على ذلك بعد فتح بيئة فيكس كود في آر في اللبنة الأولى عندما بدأت ثم ضغطنا سرعة القيادة ثم تحرك إلى الأمام لبنة الانتظار حتى من فئة لبنات التحكم نسحب لبنة الانتظار حتى وفي داخل الشكل السداسي من العمليات نضع لبنة أكبر منه نقوم بتغيير القيمة في المربع الثاني إلى سالب واحد وفي المربع الأولى وفي القيمة الأولى من موضع الاستشعار نضع لبنة الموضع ونقوم بتغيير الإكس إلى واي الموضع واي بالمليمتر ثم نأتي بلبنة أوقف القيادة من فئة لبنات نظام الدفع بعد ذلك في فئة لبنات الاستشعار نضع صح بجانب الموضع بال ثم في المراقبة مشاهد بعد بداية البرنامج وتحميل ساحة اللعب وتحميل الملعب نلاحظ موضع الإكس بالمليمتر وموضع الواي بالمليمتر أيضا يتغير على حسب حركة الروبوت في ساحة اللعب لاحظنا في البرنامج أن أحداثيات الموقع لن تكون بالتحديد إكس سالب تسعمية مليمتر وواي صفر مليمتر يرجع هذا إلى أن تسلسل تنفيذ البرنامج يستغرق بعض الوقت أثناء معالجته لكل لبنة برمجية شغل البرنامج مرة أخرى وبعد تغيير التسارع إلى 10% هل حصلت على نتيجة أفضل؟ قم بتطبيق ذلك الوصول إلى مركز المحاور بناء على برنامجنا السابق أجرينا بعض التغييرات لإنشاء البرنامج أدنى سيصل الروبوت إلى أحداثيات إكس سالب صفر مليمتر وواي صفر مليمتر ثم سيتوقف لا تنسى تحديد المربعات الموجودة على يسار لبنتي الموضع بالوزاوية الموضع بالدرجات كما ذكرنا في الدرس السابق لبنة عندما بدأت بعد ذلك نضبط سرعة القيادة إلى 10% أيضاً نضبط سرعة الإنعطاف إلى 10% ثم نضع لبنة تحرك إلى الأمام بعد ذلك لبنة الانتظار حتى وفي داخل الشكل السداسي نضع لبنة أكبر من في القيمة الثانية نضع سالب واحد في القيمة الأولى نضع موضع الواي بالمليمتر ثم نطلب منه الإنعطاف إلى اليمين ثم الانتظار حتى تكون زاوية الموضع بالدرجات أكبر من 89% ثم نطلب منها التحرك إلى الأمام ثم الانتظار حتى تكون زاوية أو موضع X بالمليمتر أكبر من سالب واحد ثم نوقف القيادة لا تنسى وضع تحديد خانة الاختيار بجانب لبنة زاوية الموضع بالدرجات لرؤية بيانات جهاز الاستشعار في وحدة تحكم المراقبة لا تنسى أن نافذة التحكم تعرض جميع قيم المستشعر الخاصة بالروبوت الافتراضي وهذا يفيد عند الحاجة للرجوع إليه أثناء تنفيذ المشروع أو عند الانتهاء منه في التطبيق العملي أيضا وضعنا ذلك شاهد سرعة القيادة سرعة الانهطاف انتظار حتى نحطف يمين الانتظار حتى تكون زاوية الموضع بالدرجات أكبر من 89% في فئة لبنة الاستشعار نضع محدد الاختيار بجانب زاوية الموضع بالدرجات ثم نضغط على جزء المراقبة ونلاحظ زاوية الموقف في درجة كيف سيتم تغييرها أثناء حركة الروبوت نضغط على زر بداية من شريط الأدوات وعند تحميل الملعب سيقوم الروبوت بالتحرك وستقوم درجة زاوية الموقف بالتغيير حل بدأت من صفر وصلت إلى 360 درجة ثم سيتوقف الروبوت أيضا ذكرنا كيف تعمل لبنة إذا وثم تسمح الجملة الشرطية في التحكم فيما يفعله البرنامج برنامج الحاسوب وتجعل الحاسب يقوم بإجراءات مختلفة بناء على العبارات المنطقية ينفذ البرنامج قسما معينا من التعليمات البرمجية بناء على ما إذا كان الشرط صواب أو خطر من أكثر الطرق شيوعا لاتخاذ القرارات البرمجية لبنة إذا وثم والتي تتحكم في تسلسل عمليات البرنامج تنتمي هذه اللبنة لبنة إذا وثم في فيكس كود VR إلى فئة لبنة التحكم باللون البرتقالي وتتحكم في سير البرنامج كما ذكرنا ذلك في الدرس السابق هذه لبنة إذا وثم تتحقق اللبنة أولا من حالتها فإذا كانت نتيجة الشرط صوابا يتم تشغيل الأوامر الموجودة بداخله وإذا كانت تجد الشرط خطأ فسيتم تجاهل هذه الأوامر في داخل اللبنة أيضا ذكرنا أن أحد أهم الخطوات في البرمجة هي الجمل الشرطي تعد لبنة إذا ثم من أبسط الطرق للتحقق من صحة الشروط أيضا عندما تحتاج إلى التحقق من أكثر من شرط واحد يمكنك استخدام المزيد من لبنات إذا ثم وهكذا تستخدم هذه اللبنة في العديد من الحالات مثل مقارنة القيم أو التحقق من إدخال معين أو للتحكم في الكائنات كذلك تعمل لبنة إذا ثم للتحقق من الشرط مرة واحدة فقط في حال أصبحت نتيجة الشرط خطأ أثناء التشغيل سيستمر تشغيلها حتى نهاية اللبنة البرمجية سنتعلم في هذا الدرس بإذن الله درس الحركة التلقائية الجزء الثالث على كيفية إعادة ضبط الاتجاه والإنعطاف وأيضا في جزء نطبق معا سنقوم بحل بعض التدريبات هل يمكنك تتبع اتجاه الروبوت الافتراضي وعدد الإنعطافات التي يقوم بها؟ سنتعرف على ذلك خلال مجريات هذا الدرس بإذن الله هو كيفية إعادة ضبط الاتجاه والإنعطاف يعتبر تحديد موقع واتجاه الروبوت أثناء تحركه في ساحة اللعب أمرا مهما للغاية وتساعد هذه المعلومات على نقل الروبوت من موقع إلى موقع آخر إذا أردت ذلك فعلى سبيل المثال إذا أردت الذهاب إلى مدرستك فإنك ستتوجه إلى مدخل المنزل وستمضي قدما تفتح الباب وتمضي لتصل إلى رصيف الشارع ثم ستتابع التقدم وتنعطف باتجاه مدرستك وستستمر بهذا الأمر حتى الوصول إلى المدرسة يمكنك القيام بهذا الأمر باستخدام الروبوت من خلال استخدام فئة لبنات نظام الدفع وبالاستعانة بفئة لبنات الاستشعار يمكن العثور على هذه اللبنات في فئة لبنات نظام الدفع اللبنة الأولى أضبط زاوية المواجهة إلى درجة تحدد هذه اللبنة اتجاه الروبوت إلى قيمة محددة من اختيارك تقوم بوضع القيمة بداخل الصندوق بينما لبنة أضبط زاوية الدوران لدرجة تحدد هذه اللبنة زاوية انعطاف الروبوت أثناء قيادتي إلى قيمة محددة من اختيارك وأيضا تقوم بوضع هذه القيمة بداخل الصندوق إذن لدينا لبنتين أضبط زاوية المواجهة إلى وأضبط زاوية الدوران للقيادة ولدينا لبنتين يمكننا الحصول عليهما من فئة لبنات الاستشعار باللون الأزرق الفاتح في قسم مستشعرات نظام الدفع لمن الأولى اتجاه المواجهة لنظام القيادة بالدرجات تحدد هذه اللبنة اتجاه نظام قيادة الروبوت بالاستعانة بوضع الزاوية الحالي لمستشعر الجيروسكوب على سبيل المثال إذا كانت زاوية الروبوت 90 درجة باستخدام لبنة اتجاه المواجهة لنظام القيادة بالدرجات بمساعدة مستشعر الجيروسكوب سيبلغ بالاتجاه على لوحة القيادة لبنة دوران القيادة بالدرجات تحدد هذه اللبنة زاوية انعطاف نظام قيادة الروبوت عند ضبطه باستخدام مستشعر الجيروسكوب إذن لبنة اتجاه المواجهة لنظام القيادة بالدرجات ولبنة دوران القيادة بالدرجات يمكننا العثور عليها في فئة لبنات الاستشعار باللون الأزرق الفاتح يقسم مستشعرات نظام الدفع يمكنك دائماً تتبع اتجاه الروبوت الافتراضي وعدد الانعطافات التي يقوم بها هنا على سبيل المثال يتجى الروبوت مستقيماً بزاوية صفر درجة ولا يتم دورانه بزاوية أيضاً صفر درجة نقوم الآن بإنشاء مربع آخر مثال إنشاء مربع آخر اختر ساحة لعب شبكة خريطة وأنشئ البرنامج المقابل وشغل لا تنسى تحديد قيمة الصناديق الموجودة على يسار لبنات الموضع بالمليمتر وزاوية الموضع بالدرجات ما نتيجة تنفيذ هذا البرنامج لبنات الموجودة في التعليمات البرمجية عندما بدأت ثم أضبط سرعة القيادة إلى 30% بعد ذلك أضبط سرعة الانعطاف إلى 30% ثم لبنا التحرك إلى الأمام ومن ثم نقوم بتكرار أربع مرات داخل حلقة التكرار وضعنا الشرط إذا كان اتجاه المواجهة لمظام القيادة بالدرجات يساوي صفر تحرك إلى الأمام عدد 400 مليمتر انعطف إلى اليمين 90 درجة ثم وضبط زاوية المواجهة إلى صفر درجة بعد ذلك أضفنا تأخير زمني بين الخطرات وسيقوم الروبوت بشاء المربع وبالحركة باتجاه مربع نلاحظ في التطبيق العملي ذلك بعد فتح بيت فيكس كود VR أضع اللبنات لبنات عندما بدأت ضبط سرعة القيادة والانعطاف والتحرك إلى الأمام في فئات الاستشعار في اتجاه المواجهة لنظام القيادة بالدرجات نضع اختيار أو نقوم باختيار وضع علامة صح ثم في فئة المراقبة نلاحظ في أجهزة الاستشعار نلاحظ اتجاه المواجهة لنظام الدفع بالدرجات عندما يتحرك الروبوت لاحظ تحرك صفر ثم تسعين زاوية تسعين ثم صفر ثم زاوية تسعين ثم يتجه إلى البداية ويتجه إلى زاوية تسعين قام الروبوت بالحركة بشكل مربع في جزء الذي نطبق معه سنقوم بحل بعض التدريبات في التدريب الأول ما مستشعر الجيلسكوب وكيف يمكن استخدامه للتحكم في حركة الروبوت مستشعر الجيلسكوب يوجد فيه الجزء الخلفي من الروبوت يتم تحديد موضع الروبوت الافتراضي وفق مركزه للانعطاف وهو أيضا موقع قلم الروبوت يستخدم مستشعر الجيلسكوب في الملاحة فمن خلال قياس السرعة والطريقة التي ينعطف بها الروبوت يمكنه تحديد اتجاه انعطاف الروبوت أيضا يمكن مستشعر الجيلسكوب الروبوت من القيادة بشكل مستقيم والانعطاف بصورة صحيحة لاحظ أن مستشعر الجيلسكوب يمكنه أن يكتشف ما إذا كانت الحركة فيه اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة بالإضافة إلى أنه يقوم بتحديد تغيير موقع الروبوت أثناء تحركه في ساحة اللعب في التدريب الثاني صل اللبنات البرمجية بوظيفتها الصحيح لدينا أربع لبنات وأربع وظائف في الوظيفة الأولى تحدد الاتجاه المواجه لنظام الدفع باستخدام وضع الزاوية الحالي لمستشعر الجيلسكوب أي اللبنات هذه وظيفتها وموظيفة الأولى تكون لها أحسنت لبنة اتجاه المواجهة لنظام القيادة بالدرجات الوظيفة الثانية تحدد موضع إحداثيات X أو Y للروبوت الافتراضي بالمليمتر أو بالبوصة أي هذه اللبنات تكون هذه وظيفتها أحسنت هي اللبنة الأولى الموضع X بالمليمتر الوظيفة الثالثة تحدد الاتجاه الحالي الذي يواجهه الروبوت الافتراضي بالدرجات أي هذه اللبنات أتبع لهذه الوظيفة أحسنت زاوية الموضع بالدرجات الوظيفة الأخيرة تحدد زاوية انعطاف نظام الدفع عند ضبطها بواسطة مستشعر الانعطاف أحسنت دوران القيادة بالدرجات إذن كانت هذا حل التدريب الثاني في التدريب الثالث أنشي برنامجا لجعل الروبوت الافتراضي يرسم مستطيلا في ملعب فن القماش ملاحظة أطلاع المستطيل المتقابلة متساوية حل هذا المثال الشكل التالي في البداية لبنت عندما بدأت ثم أضبط سرعة القيادة إلى 30 ثم أضبط سرعة الانعطاف إلى 30 ونقل القلم إلى الأسفل للبدء بالرسم ثم تكرار مرتين إذا كان اتجاه المواجهة لنظام القيادة بالدرجات يساوي صفر إذن تحرك إلى الأمام عدد 400 ملي متر نعطف إلى اليمين 90 درجة تحرك إلى الأمام 600 ملي متر نعطف إلى اليمين 90 درجة ثم أضبط ساوية المواجهة إلى صفر وانتظر لمدة ثانية سيكون تطبيق العملي لتدريب الثالث بالشكل التالي بعد وضع اللبنات اصالها بعضها البعض لتكوين التعليمات البرمجية ضغط على زر بداية في شريط الأدوات سيقوم بتحميل الملعب وسيقوم الروبوت بالحركة أو بالرسم المستطيع نلاحظ 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 أن الضلعين المتقابلين متساويين تدريب الرابع استخدم ساحة لعب شبكة خريطة وأنشئ برنامج يبدأ به الروبوت من النقطة X سالف 900 مليمتر و Y 900 مليمتر وينتهي في منتصف هذه الساحة استخدم لبنات الموضع بالمليمتر للحركة وزاوية الموضع بالدرجات للانعطاف ستكون هذه التعليمات البرمجية للتطبيق العملي على التدريب الرابع بعد فتح بيت fix code VR لاحظ وجود لبنة الانتظار حتى بعد الضغط على بداية سيقوم بتحميل الملعب ونلاحظ حركة الروبوت تسارع بشكل بطي تعلمنا في هذا الدرس الحركة التلقائية جزء الثالث كيفية أو كيف إعادة ضبط الاتجاه والانعطاف وكذلك لنطبق معا قمنا بحل بعض التدريبات شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته